مشروع منتجع سياحي وتجاري بمدخل مدينة تمنراست يلقى ترحيباً كبيراً بين الساكنة مطالبين بتقديم تسهيلة خاصة بالإجراءات الإدارية للمستثمرين جئنا ضربنا دوراً لهذه الجهة سمعنا باللي المنتجة على افتح كي جئنا هنا قالوا لنا باللي ممكن راح يفتح في الأشهر القادمة ودخلنا كي ضرنا شوي طلينا لقينا حاجة ما شاء الله يعني حاجات تفرح حاجات تفتح القلب وشفنا باللي أنه هذا الشي أنه نحساب كي شغل حاجة ما كاش منها نطلب من السلطات المحلية تشجيع هذه المبادرات هذه المبادرات النوعية واللي هي الاستثمار الاستثمار يعني الإيجابي يخلي يفتح مناصب الشغل لباقي الشباب بالنسبة لنا نشكروكم على هذا المنتجع اللي يعتبر مكسب كبير لولايتها من راست سياحياً وحتى بالنسبة لاندماج المجتمعات في الجزائر عامة بين ولاية الجنوب والشمال يعتبر مكسب كبير جداً وبالنسبة التمرس تعتبر منطقة سياحية أولاً تجربة لها يعني زيارات سياحية حتى لو كانت سياحة داخلية بين ولاية الجزائر صاحب المبادرة أبدر تياحاً كبيراً لموقف المجتمع المدني من مثل هكذا مشاريع وعيداً شباب المنطقة بتوفير مناصب شغل لهم وبإذن الله إن شاء الله في العاجل قريب على بعض شهور بإذن الله إن شاء الله يكون الافتتاح على مشروعات تعنا لأننا نسيبوا الناس في وقتنا هذا ومجوعدنا ما زال ما الافتتاح مكانيش يجوعدنا هنا للمساحات الخضراء يحبوا يقعدوا نقص كبير في المساحات الخضراء وفي المرافق في الجنوب بصفة عامة إن شاء الله نكونوا عند حسن نظن المجتمع تعنا هذا إن شاء الله في الصحراء هنا ونعاونوهم إن شاء الله بالشيء لنقدروا عليه وإن شاء الله نوفروا لهم أشياء لمتطلبات تتاحهم إن شاء الله ماذا بنا نحن لدي شيء عدنا هنا بإذن الله يسيب كل شيء إن شاء الله هذا المشروع بإذن الله إن شاء الله يساعد في امتصاص البطالة في الجنوب الكبير وإن شاء الله نكونوا وفرنا مناصب شغل وتكون خاصة الأولوية لسكان كل أولوية إن شاء الله لسكان الجنوب هذا ونشير إلى أن مشاريع عديدة في مختلف المجالة الاقتصادية تواجه إجراءات بيروقراطية معقدة تبطت من عزيمة المستثمرين فهل ستجد تعليمات السلطة العليا للبلاد؟ أدنى صغية